كما أرسل وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وأعرب وزير الداخلية عن خالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني داعيا أن يعيد المولى عز وجل الذكرى العاطرة ومصر والأمة العربية في رفعة وتقدم وأمان كما أرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج وبرقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي هذا وأرسل وزير الداخلية برقية تهاني للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام وبرقية تهنئة للقيادات والعملين المدنيين راجعنا المولى تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة على مصر والأمة العربية بالتقدم والرفعة والازدهار